موسيقى حديث اليوم سيكون عن موضوع متصل حقيقة في عملي وهو مبدأ سيادة القانون كثير من الناس يتحدث اليوم عن سيادة القانون وأيضا كانت الورقة النقاشية السادسة لجلالة الملك حول سيادة القانون كثير من الناس هذا المفهوم يبدو لي ببساطة هو أن جميع الأشخاص سواء أشخاص طبيعيين أو أشخاص معنويين أن يكون هناك مساواة في الخضوع للقانون كيف يتم ذلك؟ أن يطبق القانون على الجميع لا يستثنى شخص لوجود نفوذ وظيفي أو مالي له ولا أيضا يقصد بتطبيق القاعدة على شخص ما الهدف من ذلك أن يكون الإساءة للشخص إذا لم يكن طبعا هذا الشخص قد تحقق في شروط تطبيق القاعدة الدستور الأردني الحقيقة نص في المادة السادسة منه على أن الأردنيين متساوون في الحقوق والواجبات والمقصود أن جميع الأردنيين كل من هو يحمل الجنسية الأردنية متساوي مع أي شخص آخر بالحقوق والواجبات الحقوق ما عليهم من حقوق للدولة سواء ضرائب أو إلى آخره وواجبات حقه في الوظيفة حقه في العمل إلى آخره طبعا بغض النظر النص أتى بغض النظر عن اللغة أو العرق أو الدين ما في تمييز على هذا الأساس لا تمييز لا على أساس العرق ولا على أساس الدين طبعا المساواة في القانون عندما يشعر المواطن أن الدولة تطبق القانون على جميع الناس بمساواة يشعر بنوع من الرحة ويشعر بأن هناك عدالة في الدولة وعندما لا يشعر المواطن في العدالة بأن القانون لا يطبق إلا بمعايير مختلفة يطبق على بعض الناس ويستثنى منه بعض الناس ننتكلم مثلا في إنفاذ القانون ليكون أحد الأشخاص مطلوبا لجهة أمنية أو للمحكمة هذا يجلب هذا لا يجلب هذه الأمور الحقيقة تسيء جدا إلى طمأنينة المواطن وتسيء جدا إلى بنيان الدولة المواطن يشعر بالغبن يشعر بعدم العدالة وإذا شعر المواطن بأن العدالة مغيبة هنا قد يلجأ إلى وسائل أخرى بديلة وهذه الحقيقة أمر ليس جيدا ولا مرغوبا فيه في الدول الدموقراطية الأردن إلى حد ما عندما نتكلم عن سيادة القانون نحن مرجعيتنا القانون المكتوب بكل أنواعه سواء من الدستور أو القانون أو النظام أو التعليمات سيادة القانون الحقيقة تبدأ من التشريع يعني تبدأ من مجلس النواب مجلس النواب هو الذي يضع القوانين ومجلس الوزراء هو الذي يضع الأنظمة وبعض المؤسسات تضع التعليمات يجب أن يكون وضع القانون المقصود في المصلحة العامة يعني أن لا يكون القصد من وضع القانون مرعاة لشخص معين أو محاباة لشخص معين أو حتى تصفية لشخص معين ولذلك من هنا نبدأ بسيادة القانون من التشريع نحن نقول كقانونيين بأن القاعدة القانونية يجب أن تكون عامة ومجردة يعني أنها تطبق على جميع الناس إذا كانت القاعدة القانونية تقصد فئة معينة في إطار هذه الفئة تكون القاعدة عامة ومجردة وإلا فإذا كان المقصود هو حالة خاصة هنا الحقيقة نبدأ من هنا نبدأ بمرحلة الفساد الفساد التشريعي من لدى السلطة التشريعية بعد ذلك طبعا إذا وضع القانون يجب أن يطبق هذا القانون بعدالة على جميع الناس يجب أن يشعر الناس بأنهم خاضعون لهذا القانون وليس هناك استثناءات وإذا كان هناك مشاكل في تطبيق القانون والنزاعات أيضا المواطن يجب أن يشعر أن هناك جهة ما تقوم بالفصل في تفسير القانون قد يكون هناك خطأ في فهم القانون قد يكون هناك خطأ في تطبيق القانون من الجهة صاحبة العلاقة المواطن يجب أن يكون لديه وسيلة قضائية للبت في النزاع بينه وبين تلك الجهة وهنا ندخل في السلطة القضائية يعني السلطة القضائية التي نتكلم عن المحاكم فإذا اختلفت أنا وشخص على تفسير حقي في الإيجار مثلا أو أنه والله أنا غير ملتزم بالموضوع الفلاني طبعا إذا صار خلاف القانون موجود وتفسير هذا القانون يخضع للمحاكم نلجأ إلى المحكمة يجب أن يكون هناك أيضا مساواة أمام القضاء يجب أن يكون هناك مساواة بين المواطنين أمام القضاء سواء في عملية الفصل من حيث موضوع القضية من حيث تطبيق القانون وسواء أيضا المواطن يجب أن يشعر بسرعة البت لأنه أيضا كمان المواطن الذي يريد أن يطالب بحق ما إذا هذا الحق والله القضاء بطيء في فض المنازعات قد لا يكون هناك قيمة أصلا لهذا الحق بعد مدة من الزمن نحن نعرف بأنه المبلغ المالي إذا كان بيدك اليوم ممكن أن تستخدمه بالتجارة ممكن أن تستخدمه بإراد معين لكن إذا والله يبقي مجمد وأنا أطالب فيه بعد أربع خمس سنوات ممكن هذا قيمته المادية تقل لذلك قضية فض المنازعات مهمة جدا وفض المنازعات الأهمية الأكبر لها ليس فقط بين المواطن المواطن المهم المواطن مع الدولة مع المؤسسات الحكومية يعني ممكن يتخذ وزير قرار بفصلك من العمل أو يتخذ رئيس جامعة أو يتخذ مدير مؤسسة بتوجيه إليك إنذار يجب أن يكون لديك جهة وهو ما نسميه القضاء الإداري هذا القضاء أيضا يجب أن يحقق لعدالة بمعنى آخر يجب أن ينصفني في مواجهة الوزراء في مواجهة الوزير في مواجهة المدير إذا شعرت بأنه ما فيه إنصاف أنا وأن هذا القضاء لن يبد في هذه القضية بما هو يعني نصوص القانون وأحكام القانون وأنه يحابي المؤسسة العامة على حساب المواطن المواطن سيشعر بالغبن وقد يلجأ إلى وسائل يعني غير مرغوف فيها في تحصيل حقه الحقيقة نحن نتكلم أيضا في قضية سيادة القانون أنه في قضية حقوق المواطن وليس فقط فيه واجباته واجبات المواطن أكيد يعني إذا كان فيه والله واجبات عليك في الضريبة يجب أن تدفع هذه وليس أنه والله مواطن يدفع ضريبة ومواطن ما يدفع ضريبة طبعا أكيد المواطن راح يلجأ لوسائل ليتهرب الضريبة اللي بنسمع عنه اليوم لأنه بشعر أنه والله أنا إذا بدأ أدفع ضريبتي في غير ما بدفع ضريبتي وبالتالي أنا بدي ألجأ لو أسائل حتى أتخلص من القانون بطريقتي الخاصة لكن إذا شعر بأنه عدالة وأن هذه الأموال التي يتم جبايتها سيتم صرفها وتوزيعها على المواطن الحقيقة المواطن راح يلتزم وقضية أيضا حقوقي يعني حقوقي في التوظيف إذا شعرت بأنه أنا ستقدم بالوظيفة وأن فلان سيعين لاعتبارات خاصة وفلان سينتظر بدون تأيين أيضا المواطن يشعر بالغبن ويمكن أن يهدد حتى كيان الدولة يعني قد يصل المواطن إلى عدم الانتماء للدولة أو عدم الولاء للدولة اللي يشعر بأنه مضلوم لذلك موضوع سياة القانون موضوع جدا مهم وتبدأ أركان الدولة أصلا تنبني على هذا الشيء المهم ويجب على كل المؤسسات وعلى المواطنين أن يلتزموا بإنفاذ القانون الحقيقة هذا يقودنا لبعض الأوضاع اللي منلاحظها الآن في البجتمع اللي هي موضوع الظروف الاقتصادية اللي بتصير مواطن بده يشعر أنه والله الدولة بشكل عام الحكومة مثلا وجهاتها التنفيذية بأنها بتطبق القانون وتعطي حقوق لكل الناس الآن واجب الحكومة أن تفتح فرص عمل قد يعتقد البعض أن فرص العمل تقتصر على الوظيفة لا ليس فقط الوظيفة الوظيفة بجوزة يكون فيه محددات في أمور معينة لكن كمان بدأ أشعر بعدالة في التوظيف بمعنى آخر نحن نتكلم عن ديوان الخدمة المدنية بدأ أشعر بأنه والله الدور اللي موجود فعلا حقيقي وأنه ما فيه ناس بيطلع عن الدور وما فيه ناس يتجاوز الدور لاعتبارات شخصية إنما فقط كفاءتك هي اللي بتوصلك أيضا قضية العمل الخاص العمل الخاص صحيح القطاع الخاص عليه دور كمان الدولة عليها واجب أنها تفتح فرص يعني الإنفاق الرأسمالي في الدولة في المشاريع الاستثمارية الكبرى اليوم نسمع عن بناء مدينة ونسمع عن طرق وإلى آخر أيضا هذه بتفتح فرص عمل فالدولة عليها واجب أنها هي توفر هذه الفرص وأن تساعد المستثمرين رجال العمال على أنهم يقوموا بفتح هذه الفرص للناس موضوع أيضا نتكلم عن التعليم وأن نتكلم عن الصحة يعني كثير من أس بشكين من موضوع القبولات أنه والله يقبل بالجامعة أو لا يقبل الجامعة يجب أن يشعر المواطن واليوم أصبحت عملية القبول يبدو لي أصبحت منسقة أكثر بمعنى آخر أنه تستطيع أن تطلع على أسماء الناس اللي قبلوا في الجامعة الفلانية أو في التخصص الفلاني كل هذه الأمور تندرج تحت قضية سيادة القانون كل شيء تتصرف فيه أنت في الدولة الدولة هي أصلا نظام قانوني يعني ما منستطيع أن يقول أنه والله أنا بستثني فلان أو الجهة الفلانية أو أعطي امتيازات حتى موضوع الكوتات اللي بيصير يعني في كثير من الدول بتقول هذه الكوتات أصلا غير قانونية وغير دستورية في بعض الدول لأنه أنا مواطن وبالتالي أنا متساوي صحيح أن تبدأ تعطي هذه الكوتة مثلا للحماية على مصلحة جهة معينة أما على أساس دينية أو أساس عقلية لكن النص باضح في الدستور الأردني يجب أنه ما يكون فيه تمييز على هذا الأساس أيضا يجب أن يشعر المواطن بأنه الشخص المقصر الشخص اللي بيمثل مال العام يجب أن يحاسب كثير من مواطنين اليوم بيشوفوا أنه والله إحنا بنتكلم عن فساد إداري وفساد مالي وإلى آخره طيب هل يطبق القانون على الجميع؟ كثير من الأمور اليوم إحنا بنشوفها كثير من مواطنين هناك جهات معينة هي مسؤولة عن هذه المراقبة إحنا عنا قانون اسمه قانون كسب غير المشروع في الأردن هذا القانون شو بتطلب؟ بتطلب كل واحد بيدخل بالوظيفة العامة بيقدم كشف بموجوداته موجوداته موجودات زوجته وموجودات أبناء القصر تصوروا فقط تصور يعني خلينا نحلهم حتى حلهم أنه لو كل مسؤول فعلا قدم هذا الكشف وبعد ما قدم هذا الكشف عندما يخرج من الوظيفة يجب أن يقدم كشفا آخر يثبت فيه بأنه أنا عندما خرجت من الوظيفة ما هذه موجوداتي فإذا كان هناك تضخم في المال الموجود لديه في هذه الحالة هذا المسؤول يسأل عن الزيادة في راس المال يسأل عن الأموال اللي حصلها عن استثمار وظيفته الآن إحنا بنشوف أنه ما عندنا حالات فعلا حقيقية هل فعلا في الأردن ما في حالات فساد وما في حالات أشخاص استثمروا وظائفهم بالصف الأول وأنا بتكلم عن مستوى الوزراء والعيان والنواب ورجاء العمال والمدرع العامين في بعض المؤسسات المالية هل ما في عندنا قضايا طب كيف إحنا بنشوف بعض الأشخاص بيكونوا اليوم ما عنده شيء بيدخل بالوظيفة بيصير عنده أموال أعتقد أنه واجب المؤسسات أن تبث الثقة في المواطن بأنه كل من يمد يده على المال العام يحاسب ولذلك في عندنا إحنا مثلا في الدستور في عندنا حصانات بموجب الدستور للبرلماء للنائب للعين للوزير لا يحاكم لا يحول المدى العام إلا بعد أن ترفع الحصانة عنه ونلاحظ بأنه في مجاملات الحقيقة مرات في رفع هذه الحصانة أعتقد بأنه إذا فعلنا قانون الكسب غير المشروع سيكون هناك فائدة عملية من ذلك بمعنى آخر أنه بدل من نلجأ لرفع الضرائب ونلجأ إلى أمور أخرى يمكن أن نسد العاجز الموجود في الموازنة من خلال بعض هذه الأمور الحقيقة أنا أعتقد بأنه سيادة القانون شيء مهم جدا وهي خطوة أو شيء أساسي ليس فقط بالحديث عن سيادة القانون الحقيقة كل دول الفاسدة والدول العالمي الثالث تتكلم عن سيادة القانون وكل يوم تحكي إحنا بنطبق سيادة القانون بسبب واقع العملي الحقيقة أعتقد أنه فيه فرق شاسع بين دول العالم المتقدم ودول العالم الثالث في ذلك يجب أن يشعر المواطن شعور حقيقي بتطبيق القانون على الجميع يجب أن يشعر أنه أنا أدفع مخالفة السير وغيري يدفع مخالفة السير مش أنا أدفع لحالي وغيري يشطب مخالفة السير هذا الكلام إذا حدث هنا أعتقد أنه إحنا بنجمع الشعب والمواطنين بحيث يقدموا إلى بلدهم بشكل عام إذن موضوعنا موضوع بشكل عام يمس كل الأمور سيادة القانون الحقيقة فيه اللي مد إيده على ابنه القاصر ويضربه وما بتحاسب فيه اللي ينتهك حق جاره ولا يحاسب لأنه والله أنا متنفذ كل هذه كلها تندرج في هذا الإطار أعتقد بأنه يجب أن ننظر نظرة جدية إلى ذلك يعني مثلا موضوع إطلاق العيارات النارية في فترة فترات كان عادل الآن أصبح لا ليه لأنه والله أصبح فيه جدية في ملاحقة الناس وشعرنا بأنه تطبيق القانون وسيادة القانون على الجميع الكبير والصغير أدى إلى وقف هذه العادة طيب خلينا نتكلم أكثر مخالفات السير اليوم إذا مشعر أنا أنه إذا بدأ صف سيارتي على باب كارات جاري بدي أتحاسب معناته أنا ما بصفها بس إذا مشعر أنه أنا والله وين ما رحت أنا مش سائل لأنه أنا عندي علاقات وعندي ما بتزمط الأمور أيضا موضوع زي ما حكينا قبل شوي أنه خلي المسؤول بعرف أنه إذا بيأخر المعاملة إذا بيعيق العمل حتى مجرد الإهمال للوظيفة ليش أنا بدي وأصدر؟ ليش أروح أنا أتوسط حتى أخلص معاملتي؟ لأنه عندي شعور بأنه هذه معاملتي ما بتمشي إلا إذا كان في لدي أو عندي جهة معينة بتساعدني بهذه المعاملة إذا شعرت بأنه حقي عادي أنت روح لدول زي فرنسا زي بريطانيا ما بيفكر المواطن لما يراجع الكهرباء ولا المياه ولا المؤسسات الرسمية بديوا معاملة مين فيه موجود؟ ما بسأل بسحب حاله بروح بخلص معاملته والموظف بعرف أنه هذا عليه واجب أن يقوم بهذا الشيء لأنه هو يأخذ مرتبه من أجل خدمة المواطن إحنا اليوم أبسط شغلة لو بدك تجدد رخصة بدك تحكي مع البلدية بدك تسأل مين رئيس البلدية؟ مين فلان؟ مين علان؟ لأنه إحنا بنشعر أنه لابد من معيقات ما إلها داعي وهذه المعايقات لا يحسب عليها الشخص اللي بيعيق المعامل حتى المستثمر الأجنبي اللي جاي علينا بده يشعر أيضا أنه عليه التزامات كمان كما نمنحه حقوق بالتخفيض الضرائب أيضا عليه أنه حقوق بده يشغل مثلا 50% من الأوردنيين بده يشغل 50% من الأوردني مش يلتف على القانون وبيجيب العمالة الوافدة معه ومعفى من الضرائب ومعفى من كل شيء وبعد سنتين ثلاثة بيطلع كل الثروة وبتكون خارج البلد وما بدفع شيء للبلد أعتقد بأنه لازم يكون عند المواطن نفسه أيضا يعني شعور بأنه هو تحت القانون من المواطن البسيط إلى أعلى مسؤول كما أنه يجب أن يكون لدى أيضا المنظف الذي يطبق القانون بأنه يستطيع أن ينفذ القانون ويطبق القانون على الكبير والصغير فلا يتردد في أنه يجيب فلان وأن كان متنفذا لأنه والله يخالف القانون وبالتالي نحن نرى قضية اليوم الاعتقاد بأن سرقة المياه وسرقة الكهرباء يعني شغلة بسيطة وعادية ليه؟ لأنه في فترة من الفترات كنا بالأردن ما حدا بحسب يعني أو بجوز يكون المؤسسات عارفة أنه في ناس بخالف القانون لكن لا تستطيع إنفاذ القانون لأنها ستواجه بالضغط وكثير من المسؤولين يقول لك أنا كمان إذا بدي أن أنفذ القانون بحذفيره وطبقه على الناس ممكن أنا أتعرض كمسؤول إلى ضغوطات وقد أفقد وظيفتي بالنتيجة فلذلك بتردد في أنه يطبق القانون وهذا الحقيقة هذا الحديث اللي أنا بتكلمه هو حديث أساسي مبدأي في كل دولة هذا الكلام القانونيين بيعرفوه بيعتبروه مبادئ للقوانين والأنظمة المواطن العادي بيجوز بيعتقد أنه والله هذه العبارة واسعة لا العبارة بسيطة بأنه في قانون وضع لمصلحة العامة يجب أن يطبق ولا يميز بين الناس لما نتكلم عن الفساد ونجد أنه في ناس فوق القانون نجد أنه في ناس لا يحسب نجد أنه في ناس النص القانوني أصلا ما بيساعد محاسبته يعني لما تيجي بتكتحاسب وزير وتقول له أنت استثمرت وظيفتك وحققت كذا مليون وبدي أنا أوديها حسب النص الدستوري لمجلس النواب وبدي تصويت 50% 50% أنا بأكد لك من الآن بحكم خبرتي السابقة كعضو هيئة مكافحة فساد ما بتتحقق ما بقدر أجيب 50% 50% من النواب صوته لأحالة الوزير ليه؟ لأنه في مرات علاقات بين المسؤولين وبالتالي لن يرفع الغطاء طيب أنا بدي أرجع حاسب الموظف اللي بالبلدية اللي ارتشى أو اللي بالأراضي طبعا لازم أحاسبه بس الأثر المترتب على محاسبة المرتشي في دائرة الأراضي أو الجمارك أو الضريبة أو أي مؤسسة أو البلديات أو الآخرية أقل من محاسبة شخص يستثمر موقعه للحصول على منافع تقدر بالبلدية وقد لا يعني أنه أخذ رشوة لكن هو منح ترخيص لمستثمر مقابل الحصول على جزء من هذه الاستثمارات أعتقد أنه يجب إعادة النظر في هذه الأمور وتفعيل النصوص القانونية بشكل جيد وبدون محاباة لأي شخص نحن نرى الدول حوالينا الآن بتطبق قوانينها بجوز في محابالة مسؤولين في الصف الأول وبنرى بعض الحالات التي نرى أنه والله نحن طبقنا مكافحة فساد طيب المليارات التي نرى اليوم في بعض الدول تكفي لسداد عجز الموازنة الأردن أعتقد أنه إحنا ما بدنا نتكبر الموضوع ونقول والله الأردن مليء بالفساد لا الأردن دولة إليها قوانين وإليها أنظمة الأردن فيها بنية تحتية كافية جيدة في طرق في مستشفيات في تعليم إحنا نبحث عن الأفضل الأردن مؤهل أن يكون دولة من الصف الأول ولذلك أعتقد إذا إحنا فعلنا وأشعرنا الكبير والصغير بأنه والله هو خاضع للقانون أعتقد أنه رح نتقدم خطوة وخطوات إلى الأمام الحقيقة أخيرا أنا بحب أشكركم على الوقت والجهد الإستماع وأشكر أيضا التلفزيون على إتاحة الفرصة للحديث حول هذا الموضوع الهام وأعتقد أيضا بأنه يعني الوقت الذي الإنسان بتكلم فيه في هذه المواضيع يحتاج إلى تفعيل وليس فقط مجرد الحديث يجب أن نرى تفعيل ونحن نستطيع أن نفعل هذا الشيء بدءا من انتخاب ممثلين في البرلمان بأنه يكونوا ناس قادرين على تنفاذ القانون ووضع القانون الذي يطبق وشكرا لكم على حسن مشاهدتكم واستماعكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة